ومشاهدين الكرام كان أحد أسباب ثورة يناير هو الطريقة البشعة التي قتل بها خالد سعيد الشاب السكندري على أيد بعض أفراد الشرطة المصرية حكم عليهم بعد ذلك بأحكام مخففة ما الذي حدث بعد ذلك؟ أين الآن أسرة خالد سعيد؟ دعونا نتعرف على ذلك قالت زهرة سعيد شقيقة الشهيد خالد سعيد أن أسرتها قررت عدم العودة إلى مصر مرة أخرى وأضافت فيه تدوينة على حسابها على موقع تاصل الابتماع فيسبوك قائلة كانت رصنا مرفوعة بعد ثورة عظيمة وبدأنا نشعر بنسيم الحرية لكن خلاص كل راح اضطرنا نسافر ونسيب البلد لأسباب كثيرة منها إصابة الوالدة بورم سرطاني وضعف في القلب أستاذ وائل إذن أسرة خالد سعيد لن تعود إلى مصر مرة أخرى وكل راح على حد تعبير شقيقة خالد سعيد رأيك؟ يعني دي نتيجة طبعية للغاية لانقلاب على صورة يناير يعني هي مسألة 30 يونيو كانت معكوس صورة 25 يناير ومن أسف يعني وللأسف الشديد يعني يؤسفني أن أقول أن بعض أيقونات صورة يناير التي تغنت طالما تغنت بها ولا تزال تتغنى بها الآن هي كانت يعني قاطرة 30 يونيو للقضاء على صورة 25 يناير وهذا هو الوضع الطبيعي الآن يعني لم يعد لدى هذه الأيقونات وهذه الرموز سوى بعض اللطميات على المآلات وعلى المصير الذي وصلت إليه صورة يناير ومسيرة طورة 25 يناير لدرجة أنه يعني أسرة أحد الرموز وأحد أيقونات هذه الصورة الشاب بخالد سعيد أعلنت الرحيل يعني كما أعلن لوح كثيرون قبل ذلك يعني كتاب مشهورون وصحفين بأنهم يفكرون أو ينتون الهجرة أو الرحيل عن مصر في ظل أجواء القامة بالإضافة إلى أن حضرتك عارف طبعا يعني الآلاف المؤلفة التي هاجرت والتي غادرت الأوطان من بقي من صورة يناير المعادلة لدى سلطة عبدالفتاح السيسي وأجهزة عبدالفتاح السيسي الآن يعني هم لديهم من لدى أن يبقى من جمهور يناير على قيد الحياة داخل هذا النظام فلابد أن يحيا حياة الأسياد والعبيد كما كنا نشاهد ونقرأ ونسمع في إخطاع ما قبل 52 كان هناك أسياد وعبيد يعني بشوات الإخطاع 30 يونيو الجديد سواء في وسائل الإعلام أو في الأحزاب أو في القطاعات الحكومية إدارات الحكومية ورعاية عليهم أن يقبلوا بالعيش تحت أقدام هؤلاء هم الأسياد وهؤلاء العبيد هي علاقة يعني الباشا الإقطاعي القديم والمزارع الأجير الكادح العامل الفلاح عليه أن يكتفي فقط بأنه محتفظ بحقه في الحياة لا ينبغي أن تذهب أحلامه وطموحاته إلى أبعد من ذلك اشتركوا في القناة